من اللي بيخوفني العمر تخافت خطير؟ أكيد العمر هو أكتر حاجة ممكن يعني مش هتقدر تتحداها فهو الحاجة الوحيدة الممكن طيب بعد عمرا طويل إذا هيكسر فيه كم تعجم؟ معقولي تعمل بوتوكس ولا بدك تزعل؟ تقتنع بالتزعل؟ لا لا هستغل كل مرحلة في أن أنا أكون نجم المرحلة دي للعكس كل مرحلة هدخل وكيف ما كتشوفو مشاهدي الأوفياء الفيديو خاص عن الفنان محمد رمضان وكيف ما كتلاحظو محمد رمضان الشكل دياله كيف بدأ أول مرة ماشي هو الشكل اللي فيه حاليا وهذا دليل على خضوع محمد رمضان للعديد من العمليات اللي اليوم غاد ينبرزوا أهمها أول بداية محمد رمضان ظهر لنا بجسم نحيف وبشرة صمرة وملامح بسيطة عادية أيضا حتى الضقن يعني دياله كان قصير محمد رمضان خدم على راسه بزاف وطور الجمال دياله أيضا خدم حتى على الجسم دياله والعضلات دياله بالنسبة لمحمد رمضان على الوجه فقد اعتمد على البوتوكس بزاف اللي نفخ الخدود دياله وأيضا الجبه دياله وحتى الضقن دياله بجولاين دياله حتى هو أخدم عليه وبرزو ولا ظاهر بشكل كبير لكن محمد رمضان ننسى أن البوتوكس اللي كتر باش أنه يعرض لي وجه دياله خلى أن الغمازات دياله واللي تكتر بصورة وواضحة كتر يعني فقط غيكي يغطر كتبان الغمازة وش اللي ولينا كنشوفوه دابا محمد رمضان في كامل الأناقة وأبها إطلالة وأصبح محمد رمضان من أكثر نجوم أناقة وجاذبية ويعتبروا من أوسم نجوم العرب جسد رشيق بشرة برونزية وغمازات على الخدين إذا أعجبكم أخوتي وأخواتي هذا الفيديو وبغيتوا تتعرفوا أكثر على ممتي الآخر حتى هو غير من شكل دياله وطور شخصيته والجسم دياله والوجه دياله باش يبان في أحلى صورة فقط دخلوا لي تعليق في أمان الله ترجمة نانسي قنقر